ابو ام غفلانين عن ولادهم لما سابوا الطفل ريان اللي هو حبيس البئر سابوه خرج ومعرفوش هو راح فين وبعد كده تبين ان هو واع في بئر البئر ده اسمه بئر اجران بقرية اجران باقليم شفشون بشمال المغرب وطبعا الوالدين سايبينه وهم عادين في البيت ومحسوش طبعا ان ابنهم راح فين جامنين طبعا سايبين ابنهم لحد بعد كده ما جالهم خبر ان هو واع في البئر ده والبئر ده عمقه اتنين وستين متر وهو دلوقتي بقاله حوالي اربعين ساعة داخل البئر ده والناس بتحاول ان هي تخرجه مش عارفة وحاليا دلوقتي الجهود شغالة وكان فيه متطوعين بيحاولوا ان هما ينقذوا الطفل ده لكن المحاولات دي باقت بالفشل علشان البئر ده زي ما قلت لحضراتكم فهو ديق جدا ما يسمحش ان حد ينزل يخرج حد منه ده كان الموضوع الخاص والمنتشر على سوشال ميديا بخصوص الطفل ريان ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتدعي للطفل ريان ان ربنا يخرجه بيه السلامة اعملوا لايك للفيديو وتشارفونا باشتراككم في القناة